اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد زيكم يا شباب اخباركم ايه واخيرا 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 رجعنا لكم من تاني في التنزيل المستمر ايوة زي ما انت سمعت كده انا خلاص مفيش حكايات من بتوع الاعلانات دول تاني طبعا اللي بيش فيهم حاجة فتحفين انت بتعملي في الدنيا يا ابن انت ابن ما تروح على اخي منتدى يا عم وتفهم با يا عم ما تتعبناش يا عم اقول لو انك خلاص تعال يا تعال تعال احكي لك اللي حصل بصوا يا شباب حاليا بالفترة الاخيرة نزلت لكم كده شوية حكايات يعني اربعين دقيقة خمسين دقيقة حكايات من النوع ده قسم واحد منها بس وده لانها حكايات جديدة وانا نزلت لكم القسم ده كاعلان للحكاية دي علشان لما تنزل ان شاء الله بشكل كامل تكونوا متحمسين نيها وعارفين انا بتتكلم عن ايه عشان بعد كده بمسألكم هل الحكاية دي اتعجبتكم ولا لأ وهل نبتديها ليكم ونعملها لكم فساعتها تقدروا تجاوبوا علينا لانكم عارفين انا بتكلم عن ايه الحكاية فده كان نزام الحكايات اللي بتقال عليها اعلانات اما بقى بالنسبة للرجع العمال بتكلم عليها من بداية الفيديو فاحنا خلاص في جيعنا عشان نزل لكم حكايات بشكل مستمر بمعنى اي حكاية قديمة كانت تفتحت قبل كده هتنزل لكم الشهر ده كاملة واي حكاية هنبتدي فيها بورك هتنزل لكم بشكل كامل بكل اقصام حد ما تخلص الشهر ده فبس كده يا عزيزي المشاهد يعني من الاخر كده روح الاخر منتدها هتعرف اسمها الحكايات كلها ولو في حاجة مش بحضوط اسمها فبورك ما تيلقش ان شاء الله هتلاقيها في الشهر ده هتنزل مع باقي الحكايات فبس كده عايزك تصلى على النبي عليها فضل الصلاة والسلام مرة كمان والجهز حكا حلوة كده تشربها جنبك وتخش ان فيديو النهاردة ده فيديو جامد من الاخر وبس بدون ما طاول عليكم ما تنسوش اللايك بتاعك عشان ده بشجعنا انيا نستمر ويلا اسيبكوا مع الحكاية بدأت قصتنا على جبل طايل تحديدا على قمة صغيرة غامضة بنشوف كده ولد واللي بيكون عمال بيتسلق القمة دي وبيكون حرفيا بانعلينه وتعبان جدا لحد ما وصل المكان اللي هو فيه المهم يا سيدي بيوصل الولد ده لقطعة اسارية كده بيكون معلق عليها قلادة ما وبيمسق القلادة وبيوع كده على الارض من التعم وبيقول اخيرا اخيرا وصلتي يا ليان سونج انا قدرت ان نقوفي بنص وعد اللي وعدته لك وفجأة كده بنشوف فراشة بالطير فوق وبيبصلها كده الولد ده وبيقول انا كنت الامبراطور او ممكن يشيل كلمة الامبراطور ونقول اني كنت هكون المهم يا سيدي تعال ان نفهم كده الحرب يدور على ايه وايه هو الوعد اللي وعده الولد ده بنجع كده في الماضي لما كان بيكون جدي الولد ده بيكلمه واللي هو امبراطور قبيلة هونجو واللي بيدعى تشوي وان ده كان الامبراطور ساعتها وكان بيسأل الولد الصغير ده بيقول له ايه ظنك في القوة فبيرد عليه الولد واللي بناعرفة ان اسمه هو تشويون وبيرد عليه وبيقول له مش الظهور يا جدي هي القوة فبيقول له ظهور انت ليه بتفتكر كده فبيقول له والله بص بداية من النبلال لحد الوضعاء فالكل بيتكلم عنها وبيتجمعه حواليها من العاصمة كلها فلو ما كانتش القوة ظهور فايه رأيك يعني هتكون غيرها فبيقعد كده يتحك جده وبيشيله وبيقول له زي ما هو متوقع منك يا يون هو ده يتحفيدي اللي انا بفتكر فيه بس رغم كده يا يون لازم تفتكر ده كويس الازهار مبهجة وملونة بس هيجي لها وقت وهتزبل وكأن ما كانش ليه اوجود من قبل كده فبيكمل يون الكلام وبيقول جدي ترك لي كل دي مع اني ما كنتش الوريس المناسب للعرش ده بالنسبة لشخص ما كانش وجوده بيختلف عن جبل طاي بالنسبة لي فهو ما قدرش انه يفر من قدره المحتوم بنعرف للأسف اني جدي يون توفى واللي بيكمل يون الكلام وبيقول بش بس كده ده انا كمان اللي ما تمكنتش من اني افر من قدر المحتوم بنشوف علي كده اللي حصل وبنعرف اني اندلعت حرب او خيانة بمعنى صح وده بعد وفاة الامبراطور واللي بيشوف شخص كده بيقول اسمع يا يون واللي بيكون الشخص ده هو الامير يان واللي اقرب ليون بانه عمه واللي بيقول له مهما كان اللي قاله الامبراطور الراحل فازاي بيتعهد بمصير الامبراطورية كلها لمجرد شيء زيك لو انت مهتم بجد بالدولة دي وشعبها فبعد خالص عن مكان زي العرش ده لانه مش مناسب لحسالة زيك فبيتدم يون وبيقول عمي انت بتتكلم عن ايه فبيبتسم كده عمه وبيقول له اصدك بتكلم عن ايه انا وريك دلوقتي كل حاجة كل حاجة ليها نظام وبيوم يطلع صيفه كده وبيقول له ابعيد بعيد عن عرش يا ولد وبنعرف ان ده كان انقلاب داخلي بدأوا العم ده واللي تسبب في قتل ناس كتير جدا ولكن كان لسه جوا الامبراطورية ديك معاونين للوريس الشرعي واللي هو بطل نيون فبيقول له كده راجل عجوز وبيقوله تعالى من هنا من فضلك يا صاحب الجلالة فبيتسود ان بطلنا وبيقول ليان انت بتعملي هنا وبنلاحظ برضو ان في جنود بيدفعوا عن الوريس الشرعي وهده قدام الخوانة المعتدين واللي بيكونوا عايزين انهم يمسكوه والجنود التانية عايزين انهم يحموه المهم بيكمل لنا يون الحكاية وبيقول لنا ان السيد ليان هو اللي هربوا من القصر ده وده من طريق سري وبنرجع كده للمحادثة ديه توقتها لما قال له سيد ليان انت حفظت لنا قلتولك يا ولد صح اعلى القمة الصغيرة الغامضة في جبل طاي لازم تروح لهناك هتلاقي تحديدا كده نصب حجر صغير علي ميدالية الامبراطور وقتما تاخدها فده هيخلي شخصين كانوا بيخدموا جلالة الامبراطور الراحل انهم يساعدوك فبيبكي كده يون وبيقول له يا ليان انا ازاي هقدر ان يعيشي الحياة البقسة دي فبيزع في ليان كده وبيقول له ارجع لصابك يا ولد لازم انك تانجو جيت طريقة الوحيدة علشان تنفس بها المرسوم الملكي واتشرف جلالة الامبراطور الراحل هوانج وعلشان كده ارجوك هو ايدني هو ايدني انك هتونجو يا صاحب الجلالة فبيرد علي يون وبيقول له فهمت فهمت يا ليان سونج وبيركب الحسان بتاعه وبينطلق باقصى سرعته وبيتمنى له ليان حظ موفق في رحلته دي بنرجع بقى للحظة اللي كان منهار بها يون خلاص على قمة الجبل بعد ما وصل وبيقول القوة بتختفي بسرعة كده يعني ها لو كان بواسع بس انها تولد من تاني فبدل من انها كنت ظهرة ممكن انها تتبل في اي لحظة انا عايز اني اتولد كفراشة حرة ليان سونج شكل كده وصلت لأكتر حاجة انا اقدر اني اوصل لها وبيكون خلاص استسلم ولكن فجأة بيزاروا كده اتنين وبيقولوا مين ده شحات هم الشحاتين اليومين دول شعرهم طويل كده فيتزم كده الشخص التاني اللي معه بيقول يهوان دي الميدالية بتاعت الامبراطور ويبعد فترة كده في كهف معين بيفو بطلنا يون والاتنين اللي ساعدو دولت بيرقعولو بيقولولو جلالتك احنا الاتباع المخلصين بنحييك فبيتزم كده يونو بيقول ايه ده انا لسه عايش فبيسالهم انتم مين فبيقولولو احنا الحراس السريين لجلالته امبراطور هونج انا اسمي هوان والتاني بيقول انا اسمي هوي فبيقول بجد انتم اللي انقصتموني فبيقولولو ايوة يا جلالتك الميدالية اللي معك دي هي ميدالية الامبراطور دي ميدالية العاهل المطلق اللي بتمنح للفرد من النسل الحقيقي بس للعائلة الامبراطورية العائلة الامبراطورية مليانة بالمتمردين والخوانة واستعدادة ان حدوث حاجة زي دي فجلالته قال لنا ان ممكن حاجة تحصل وعمل حسابه عشان كده عمل الميدالية دي ومهما مر من وقت فهترجع الامبراطورية بتاعت منجل عظيمة ليك تاني فلازم تكون واثق من ده يا صاحب الجلالة فبيقول لهم يون لا 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 انا مش عايزها بعد دلوقتي خلاص فبيستغروا بيقولوا ايه انت قصدك ايه فبيقول لهم يون الارضة ديت خلاص بتنتمي للشعب بش لي انا انما انا دلوقتي دوري خلاص انتهى ولازم اني انسى كل حاجة وابدأ في التكيف مع حياة العامة فبيتصدموا بيقولوا جلالتك انت بتقول ايه فبيقول لهم انا عارف كويس مدى ولاكم لي ولكني خلاص تعبت من كلمة جلالتك دي نادوني باسم السيد الشاب من دلوقتي فبيقول هوي لنفسه انا متوقعتش ابدا انه استسلم جلالته كده انا حاس اني قلبي بيتقطع وانا مأهور عليه بس يوم برضو كان لسا عمال بيفكر في ان اسم السيد الشاب بيعجبه اكتر وبيريحه وبيحس ان هو في مكانه وبيقول بما اني الامور وصلت لهنا فانا مش عايز اني يغير اسمي بس ياريت كمان اقدر غير كل حاجة فبيقرب كده منه هوان وبيقول له سيدي الشاب انت قلت دلوقتي انك عايز تنسى كل موضيك فبيصارب كده يون وبيقول له انا كنت بفكر بس يعني اه هو ويكون حاجة حلوة جدا لونا ادعوتي النحاق حلمي ده فبيقول له هوان في الحقيقة انت تقدر تعمل كده فعلا فبيصارب يون وبيقول له ايه فبيحاول يوقف هوي هوان وبيقول له انت بتفكر فيه لا ما ينفعش تعمل كده فبيقول له هوان ما تدخلش انت مش ده هو اللي عايزه جلالته احنا لازم ننفذ له اوامره فبيقول يون استنى اسمعني بس يا هوان انت تقدر تعمل كده بجد انت تقدر تساعدني هل فعلا بدل من اني اكون ظهرة عالقة في الارض هتقدر انك تخليني فراشة تطير بحرية في السماء هل تقدر انك تخليني كائن حر زي كده فبيقول له يا جلالتك انت بس كل اللي عليك ان انت تعمل قل لي بس انت عايزي عرفني مثلا ايه هي مواصفات الشخص اللي انت عايز تكونه فبيستغرب هنا يون وبيقول له شخص انت ممكن تخليني اي شخص ان عايزه فبيقول له هوان مدام لي وجود في التاريخ فده ممكن بالكامل بس لازم في شرط واحد بس عليك ان الشخص ده ما يكونش حي يعني ممكن تتخيل اي حاجة فبيقول له بطلنا حتى الامبراطور تشينشي او مثلا كوبلاي خان وقعد يا باشا يتخيل فبيقول له هوان ايوة فهنا ينضي يجيله كده بفكرة غبية خالصة بشايفه وازاي اصلا سألها وبيقول له طب لو انا عايزة اتحاول لبتا عادي بردو او ليه يعني مثلا يانج جوفي او شيشي او اي الناس من الناس دي فبيقول له هوان ايوة طبعا ده هيكون بس هيكون معقد بعض الشي لكن اقدر اعمل ذات علشانك يعني فبيقول له والله طيب بص بقى انا عايز شخص من جيانج هو فبيتصدم هنا بقى هوان وبيسكت تماما وبيقول جيانج هو انت عايز شخص من الموريوم هو ممكن صراحة بس انت عايز تكون مين فبيعود عليه وبيقول له انا معرفش كتير قوي عن تاريخ جيانج هو بس رغم ده بما انكم انتم الاثنين اصلا من جيانج هو فانتم عارفين كويس قوي مين الناس الكويسة اللي هناك ولكن ببساطة انا هقول لكم متطلباتي في الشخص اللي يكون من عندكم انا عايز ان يكون شخص يقدر ان هو يتحرك بحرية في اي مكان هو عايزه فهنا بقى بيقول هو في نفسه لحظة جلالته بش عارف هو بيتكلم عن ايه اكتر شخص حر في منطقتنا هو برضو الاقوى فبيقول هوان انا مش عارف ان حدد بالضب بما انه هو عايز يكون حر فهو لازم يكون اقوى شخص وبما انه هو عايز يكون اقوى شخص فاقوى شخص بيختلف تماما من حكبة التانية وجلالته محددناش حكبة معينة فلو كان علي ان انا اختار حد منهم فشكل كده هختار الشيطان السماوي فهنا بتصد موي وبيقول له وان انت ازاي بتفكر كده انت ازاي بتقول كده لجلالته فهنا بيفكر يوم في الموضوع بيقول الشيطان السماوي اسم كويس جدا ده عجبني الموضوع خليني ده انا عايز ابقى الشخص ده انا خلاص كررت انا عايز ابقى الشخص ده قبل ما نكمل حابب ان اعرفكم على قناة امبراطورية الانمي او اعرفكم مين دي قناة غانية على التعريف حرفيا عليها كمية حكايات لو عدت تفرج عليها من النهاردة لحد سنتين قدام مش هتخلص حكايات اسطورية بمعنى الكلمة وبش هتليها عند اي حد تاني متميزين بفيديوهاتهم الطويلة لا وكمان تنزلهم السريع كمان لو انت بتحب تسمع صوت معين فعالقناة عندهم هتلاقي مقدمين كتير تقدر تختار براحتك اللي انت بتحب تسمع له القناة متميزة في حاجات كتير جدا ومن اهمها تنويع في التنزيل مش هتلاقي منها واحدة وبعريها منوها تانية لا ممكن في نفس اليوم منهو 2-3 يا معلم وانت اختار اللي عايز تفرج عليه عشان لما عجب تكشر منوها دي تشوف غيرها ولو عايز ترشيحي انا ليك فانا بغشح لك الفيديو ده المنهو دي انصحكم بها جدا المنهو اسطورية بكل معنى الكلمة عايزين نروح هناك نعمل لهايك للفيديو ونشترك في القناة واخر حاجة كده علشان نسيب البصمة بتاعتنا هتلاقييني كده كتب لك تعليقه هناك بقولك معالي مكتب من طرف جن ويحدغ هنا عايزين نشوف العشرة كلها هناك خبدونا نوصل الكومنت بتاعي ده الاكبر عدد ممكن من اللايكات وبرتو اختار واحد منكم من التعليقات هناك علشان يطلع معايا في البص اللي هنعمله على القناة قريب فيلا مستنين ايه خلونا نشوفكم كلكم هناك وهي بس يلا بدون ما اطول عليكم خلويني ياسبكم مع المقطع وبعد مبور الوقت بالفعل بيجهزوا التوقع منوها التعويزات علشان يحققوا امنية سيده وبيكون هون كده مسك بعض اغار التعويزات وبيقول انا فكر الموضوع كما لو اني كنت بعملوا مبارح اساسيات استدعاء الروح وغبط الروح وحبوب الروح الشيطانية ودهت اللي احتفظوا بيها في المغزن السر لطائفة عبادة النار اليوم ده انا سرقت فيه حاجات دي لو انا ما كنتش المفضل للامبراطور السماوي في البداية فانا ما كنتش هكوم موجود هنا في العالم ده دلوقتي وبيوم كده مستعد علشان يستخدم التعويزة وبيقول هوي وصلت لايه الوعاء جاهز فبيجي كده هوي وبيقول له انا حرفين عملت كل حاجة وعلى ما وظن الموضوع جاهز دلوقتي انا شلت ظاهرته وبردت هيكله لعض وحطت العاج وحطت غضروف انفه واعدت زراعة الظاهرة تاني وحقنت كمياتها يائلة جدا من الاكسير وعصارة السم جواه وعزبت عظامه ومزكت محيطه تاني انا حرفيا اتأكدت ان ما فيش اي خطأ واحد بس في الاجراء الجراحي وبيوم كده شايل الغطاء وبيقول جللته مر بفترة طويلة جدا في تعديل جسده بالكامل وبيبان بطال ليون واللي بيكون تم تعديل جسده حرفيا علشان يكون جاهز لاستيعاب الشيطان السماوي وبيقول تحضيرات الوعاء قد اكتملت يا هوان فبيقول له هوان عمل عظيم جدا لو كان السيد الشاب هنا دلوقتي لكان فرح قوي باللي احنا عملناه ده علشانه ومرة واحدة كده بيقول خلينا اسألك دلوقتي انت الجاهز للترحيب بحياتك الجديدة فهنا بنشوف روح الشيطان السماوي اللي بتكون قدامه واللي بيقول له انت ازاي بتجرع على ايقاظ من كيلولتي ليه بتزعجني فبيقول له نفسه كل حاجة من دلوقتي هتكون مهمة وبيقول كده للشيطان السماوي انا استدعيتك على الشيطان السماوي حياة جديدة مستيلوا لاهتمام انا مش عايز فبيبصينه كده هوان بيستغراب وبيقول له ايه انت مش عايز حياة جديدة ليه فبيقول له الشيطان السماوي انا مش عايز اني ابا بشري هل سبقليك انك كان اشتح لياتش يخص من قطع النظير انت عايزني اني اختبر شعوري الوحدة والضجر ده تاني ابدا انسى ده الجحيم اللي انا بعيشه دلوقتي يا شد ما رحميني الاواد دي ما تنادينيش تاني ابدا يا وضيع لو ناديتني تاني علشان سبب من الاسباب دي فانا هاتل الكل فبيقول له استنى استنى وبيقول كده لنفسه انا لازم ان افكر بخطة سرية وبسرعة لو عادي الشيطان استموى دلوقتي فهتروح كل حاجة ادراج الرياح انا محتاج ان افكر بحاجة لازم ان يفكر بكلمات تقدر انها تصير اهتمام منقطع نظير الطائفة الشيطانية ده ومرة كده واحدة بيقول يا شيطان يا سماوي على فكرة انت عبيت اقرأ على فكرة فانا بيتصدم هوي وبيغضب الشيطان السماوي جدا وبيقول له ايه اللي انت قلت دلوقتي ده انت بتغازل الموت يا ولد حفيا انا قال له ولد يعني شوفه رجل قدمه كأف سنه قديه وبيقول له يا ولد المهم بيقول له انت عايز مني ان انا حياتك دلوقتي انا صح فبيقول له هوان لو انت كنت الشيطان السماوي حقا او انت فكري نفسك كده فانت عبيت لانك بالتفكير فانت جاهل دلوقتي باللي موجود في العالم ده وبيقول له نفسه انا هموت حرفيا لو انا خفت دلوقتي لازم اكمل اللي انا ابتديته فبيقول له الشيطان السماوي خلاص انت خلصت الكلام بتاعك يا جرد يا وغد انت لكن بيقطوا هؤون وبيقول له استنا شانج سافنغ فبيقول له شيطان السماوي سافنغ مين ده فبيقوله ده كاهن استثنائي بيدعى شانج سافنغ ظهر في الجيل ده بيشاد بيه بأنه الأفضل فبيقوله الشيطان السماوي أنا ما سمعتش باسم الطفل ده قبل كده فبيقوله إهوان داية اللي أنا بعنيه دلوقتي إنه الجاهل حوالين العلم ده في ناس دلوقتي في العصر ده واليوم ده بيقوله إنه مهما كان الشيطان السماوي قوي فبيش هيكون ند حتى للحكيم سافنغ فبيتصدم هنا الشيطان السماوي بيقوله إيه أنا مش ندل إزاي يعني مين الوغد اللي أين ده مين الأوغاد اللي تفوهوا بالهراء ده فبيقوله يا شيطان يا سماوي إنت عارف حول كلمة التطور صح وعارف يبتعني إيه إنت ممكن تكون الأفضل في زمانك إنت ولكن في ناس من المريم طوروا من فنونهم القتالية خطوة بخطوة الجيل الحالي واجه تطور في الفنون القتالية لا يمكن مقرنته بجيلك إنت إنت قلت إنك منقطع النظير صح وإنك شعرت بالضجر وقتها طيب ما تكون ده دلوقتي برضو فهنا بيفكر شيطان السماوي بيقوله منقطع النظير سابقا ودلوقتي إنما فكرة بصحية منقطع النظير بتاع الماضي والحاضر الأقوى عبر الأجيال طب بيقوله إيه هو أمر التفل الصغير ده فبيقوله هنا أمر الولد اللي انت هتكون في جسمه هو العشرين فهنا بيقول الشيطان السماوي خلاصي عم لو هيعيش أكتر من مئة سنة على الأقل فلا أموافق أن يدخل جواه ولو فيه ناس في الجلدة أقوية فعلا فلازم إني أجاهز مهاراتي وأثبت إني الأفضل في الجلدة كمان السيد منقطع النظير في الماضي والحاضر فكرة على فكرة السامي منقطع النظير الأبدي هوريهم ليه كنت بودع بالشيطان السماوي ووقتها هدعوك لوك بيت عاشا فبيقوله هون شكرا لك دلوقتي بها رح وستالكي هناك كده وخلينا نبدأ في المراسم فبيقوله الشيطان السماوي طيب وبيوم دخل جواه جسم السيد الشار فبيقوله هون لهوي يلا بسرعة هات حبة روحي الشيطانية وأنا هحط البيع عليك انت وبالفعل بيروح ويحط حبة روحي الشيطانية جوه جسم السيد الشاب وبيجهز كده إبر الواغز وبيقعد كده يوغز في أماكن معينة لنقاط المانا واللي بتفتح جواه بوابات المانا وبالفعل بتتفعله بتنشط الطاقة جوه جسم السيد الشاب وبيتصدم هوي وبيقول سيد الشاب انت كويس فبيفوز سيد الشاب كده يكون دماره وجع جدا فبيتصدموا بيقول له ايه الخط سيدي انت كويس فبيقول لهم انا بسمع اصوات راسي بتوجعني راسي كأنها هتم فجر حرفيا السودة السودة يا نوة فبيمسك كده هوان ايد السيد الشاب وبيقوم كده عمل تقنية على دماغه علشان يخضره وبيقول هوي هوان هو اللي بيحصل فبيقول هوان اي عقل اي عقل ده فبيعطعهم السيد الشاب وبيقول له مسكوتو ما تعملوش كده فهنا بيستغرب هوي وبيقول سيدي ايه اللي بيحصل فبيعط عليه هوان وبيقول له ها بيقولش كده ليك يا هوي فهو دلوقتي السيد بيتكلم مع الشيطان السماوي شكل الاساسيات العظيمة فشلت فبيقول هوي مش ده واضح بطل بها تتكلم مع الفاضي وشوف اي حاجة نعملها فبيقول هوان فشل الشيطان السماوي في انه يتحكم بالسيد سراع الوعي امر ما كانش لازم انه يحصل لو استمر الوضع كده فهيتحطم عقل السيد تماما فبيسأل هوي هوان وبيقول له طب احنا كده ما نقدرش ان احنا نرجع الشيطان السماوي تاني لمكانه فبيقول هوان انا اعرف ازاي استدعيه لكني بش عارف ازاي ارجعه فبيقوله طب هنعمل ايه دلوقتي كده السيد الشاب هيشل على المنوال ده لازم افكر لازم افكر اعمل ايه بسرعة سرقا انا واثق ان الطبيعة الشيطانية للشيطان السماوي ووعي السيد استضموا مع بعض مفيش طريقة تانية علشان تبوز ده استنى لحظة الشيطانية مضاد الشيطانية ايه السماوية اسمع يا هوي انت عندك حبة دلوقتي روح شيطانية تانية صح خدها بمعنى اخر احنا دلوقتي هنستخدم الاساسيات العظمة مرة تانية هنستدعي روح شخص كمان بالحبة دي دلوقتي وبالطريقة دي فهنا هنقبح الطريقة الشيطانية للشيطان السماوي فبيقول له هوي انت بتفكر بيه انت هتكبرها بحبة روح الشيطانية ما تقولش انت هتستدعي روح مضادة للروح الشيطانية اللي انت استدعتها? فبيزعى كده هوان لهوي بيقول له يا عجوز يا عديم الجدو انت. خلص يا عمو بطل كده ما توقفش في مكانك. خليني نلحق سيد الشاب بسرعة. احنا على استدعى دلوقتي شخص اسطوري تاني من الموريوم السماويين. فبيتصدم هنا هووي. وبيقول صحيح. انت بتحاول ان اكتبت المفعول الطبيعتين باستدعاء شخصين ضد بعديهم البعض. ولكن عشان تعمل كده فانت محتاج برضو يكون شخص قوي جدا من السماويين. لانك اخترت شخص قوي من الشيطانيين. بش صح? فبيقول له هوان مفيش وقت للكلام دا دلوقتي. احنا هنعمل نفس اللي عملنا من شوية. فخلينا ما نضيقاش الوقت ونبدأ. وبالفعل بيجاهزوا المراسم بتاعتهم تاني. وبيقول هووي يلا احنا نحاول وخلاص. كل ما علينا ان احنا نحاول اصلا. ونسيب الباقي للسماوات. وبالفعل بيجاهزوا الطبيعة الشيطانية قدام الطبيعة السماوية. وكل ده في جسم الامبراطور. ايا كما هيظهر بعد اللي هيحصل ده. فلابد انه هو يكون شخص من السماء. شخص قوي جدا. وبالفعل مرة واحدة كده بيحصل انفجار ضخم. وبنشوف بعد كده التوقع منهم موقعين على الارض. واللي بيقول واحد منهم انا حرفيا كبرت في السن. وفاجأة كده بيقوموا مصدومين من مكانهم. وبنشوف كده شخص قدامهم. وبيقول كده هووي ايه ده سيدي? فبيقول هوان انت كويس يا سيدي? فبالفعل. بنشوف السيد هووي في كده قدامهم. وبيقول انا جعاني اتوقع من هو. هو مفيش حاجة هنا تتاكل. وبنشوف السيد الامبراطور وهو بيكون في جسمه. وبيكون جسمه حرفيا باين عليه القوة. وكأنه تكيف تماما مع الروحين الاسطوريين اللي تجسدوا جوها. ويبعدها بالفعل بيجيبوا له اكل علشان ياكلوا. ويكونوا كده مستغربين كأنه مكلش بقاله سنين يا جدا. المهم يا سيدي بيقول هوي كده لهوان. واحنا ممكن نعتبر اللي احنا عملنا ده نجاح. فبيعود عليه هوان وبيقول له ممكن نقول كده. وبعد كده بتشوف تدخل كده من الشيطان السماوي اللي بيقول تبا للنجاح. انتهم بتقولوا ايه. فيبص كده بطلنا باستغرب. واللي بيكمل الشيطان السماوي بيقول ليه لازم نفضل في المكان الدايق ده. فبيعود عليه شخصيات تانية من بطلنا واللي هو كهن السماوي. واللي بيقول له انت الشيطان السماوي بقى الشهير. انت مسير للإعجاب أكتر مما كنت متخير فبيخبط كده السيد الشاب قدوا على الترابيز وبيقول خليكم هادينوا انتو الملتين فانتو مفاكرين انكم عاشين لوحدكم اينا ولا فبيقولوا كده الشيطان السموي ايه يا صاحبي انت بش عاجبك الكلام بتاع ولا شكلوا كده جايلك على الوطر الحساس فبيقول السيد الشاب لو فكرنا في الموضوع ففي حاجة مختلفة انت بتصيحة بس السيحك مش مزعق خالص فبيقول انت بتكلم يا فايا يا رجل يا فايا ده انا اعظم شخصية في الوجود فانه بيقولوا السيد الشاب تسدى انا استعجلت غيرت رأيه انت مفيش عرقب منك المهمة بيكون التعامل عندين بيتفراجوا بيقولوا نتيجة لده نجحت استراتيجيتي في النقمة الروح الشيطانية للشيطان السماوي بيستخدام شخص للطائفة الصالحة اسم الشخص اللي استخدموه ده كان هو هاين يون ما بقاش الشيطان السماوي قادر ان هو يتنمر علي وبيشكر الكانو بيقولوا شكرا لك يا هاينون وبيقولوا التواقمين انه هما يجيبوا له اكل تاني لان هو لسا جعان فبيقولوا هوان حاضر وبيوح يجاب له ولكن هوان كده بيبص للامبراطور وبيقول استعد الشاب تغير مع وجود ثلاث شخصيات بتتعاش في جسد شخص واحد لازم ان يكون الارتباك شديد ازاي ازاي ان يتعامل مع المشكلة دي فبيقطع يون كده بيقولوا انت بتعمل ايه هناك يا هو يروح دلوقتي وهاتلي شوية مية فبيقول له حاضر يا سيد وبعد فترة بيكون السيد الشاب يتكلم معها اللي في دماغه اللي بيقول له هاي انت بتشير انك عاست غير الهاوية فبيقول له لأ انت عمر تغير الهاوية ده ده مجرد اسم جديد وبعدين يا هاي انت شغلك بتمتلك بعض الافكار الكويسة ما تديني كده اسمي ليه ولا حاجة امشي بيعفل بين الناس كده يكونوا ما يعفونيش فبيفكر كده هاي في الموضوع بيقول اسم ايه رايك مثلا مو سانج فبيقول يون لا 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 اسم مو سانج ده بيدل على الحياة اللي ما يمكنش التنبؤ بيها ده اسم سيئ الحظ ومناسب لواحد ممكن يموت بتغير السخفة بش اكتر وبعد كده بيسأل الشيطان السماو بيقول له طب انت ايه رايك يا شيطان السماو باسم كده كويسة فبيديه هنا الشيطان السماو لانه كان مفوض يسأله الاول وهو متعصى بانه زي ما سألوش فبيقول له يون يا عم بسرعة يا عم ما عنديش اليوم كله قول لي اسم بسرعة فبيقول له شيطان السماو القاتل زو القلم الحديدي فهنا بيتصدم يون شوية وهكذا بيرجع يقول له لا لا انا اقصد اسم حقيقي مش لقب وعدين بيجد انا مستغرب ازاي يا راجل جهل زيك الجبال والو نهار كلها كان بتغتجف لما بتسمع اسم فبيتعصب رايش يا شيطان السماو بيقول له انت بتقولي عني يا لعين يا وقد انت انا هسيطر على جسمك الشعي ده حالا وبيقوم حاجم عنه ولكن ببيحصل شوية حاجة فبيقول ايه ده ازاي ازاي هو بخير لحد دلوقتي لحظة ده بسبب هو اللقيت ده بيتدخل في عملية سيطارتي على جسمه وبيبلينا كده ان بالفعل الامبراطور اللي هو السيد الشاب يون هو اللي بيقدر ان هو يحكم اني كافة توزن بمعنى صح لو يون دلوقتي عايز يبقى في طبيعته ان هو بيتعامل بشكل هادي وبتفكيره وبدماغه فهو كده هيكون واقف مع الجانب بتاع الكاهن وهيبقى كده الشيطان مش قادر ان هو يسيطر عليه لان اللازم من اغلبية هي لتفوز لكن دلوقتي لو يون اتعصب او غضب او حد استفزق فهو هيكون دلوقتي مع الجانب الشيطاني وساعتها الكاهن مش هيقدر ان هو يمنع ده والجانب الشيطاني هو لا يتفوز فبيقولي الشيطاني للعنى مفيش فرصة قدامي غير ان اكون متعاون مع الاول لحد ما يديني انا التحكم هواتها مش هسيبه غير لما سيطر على جسده بالكامل فعا كده بيوصلوا كده السيد الشاب وبيقولوا انت بتقولي انت كنت امام بالتمتم مع نفسك كده وانا سايبك على فكرة ايه عندك حاجة عايزة فبيقوله اه 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 ما عليش كنت بفكر في الاسم استنى انا كنت بفكر لك في اسم حلو كده ايه رايك بباتشون ايه عجبك الاسم ده فهنا بتصدم يون شوية بيقول مختارك السماوات ده هو معنى باتشون شكل الاسم ده حلواوي وبعد كده بتموري فترة وبيلبس بقى بطالنا يقول لبس بتاعه الجديد فبيسأله هوان انت جلالتك انت رايح لفن دلوقتي انت خلاص عايز تمشي بجد بيقوله ايوه بشان اقولت لك انا هروح اشان اتجول في عالم الموريوم بحرية فانا بيقوله هاوية انت بتخطط بالفعل علشان تروح في رحلة فبيقوله السيد الشاب يا عم ما تفكرش في الموضوع ومتخلوش كبير للدرجات انا اخرج بس شوية ده كل في الموضوع فبيقوله هوان انت لسه ما اتقنتش فنون القتال بالكامل هتطلع عليه دلوقتي انا متأكد انت لسه مستعجل فبيشاول كده يون على دماغه بيقول كل فنون الخاصة بالشيطان السماوي وهي موجودة جواراسي دلوقتي وانا ببساطة لما اقوز ان انا اظهره من خلال ايماءة واحدة بس هاضر فبيقوله هو برضو مع كده انا مش اسمح لك انك تمشي يا سيد الشاب فبيقوله هوان ايوه وانا برضو فبيبشي كده يون خطوطين لقدام وبيقول طيب ممكن ده يتيرياحكم شوية وبيوم وقف كده قدام شجرة عملاقة فبيتضم هو وهوان وبيقول يون خلينا نشوف دلوقتي فرون الشيطان السماوي على الارض الواقع عام لازاي وبيوم كده مستطيع هالة الشيطان السماوي وبيوم ضغب الشجرة دي وبنلاحز كده ان هو ماشي لبعيد فبيستغربوا الاخرون كده والتوامين منه وبيكون قاعد ماشي عمال بيغني وبيقول هوان هو هيكون بخير صح؟ فبيقول له هو ما ظنش ان بيدنا حيلة خلاص فهو مش بالفعل فبيقول له هوان مش دل اصد يا عم انت وبيبص كده وراه وبيقول هل الوضع هيكون بخير؟ وبيبينينا كده الشجرة اللي كان ضغبها يون واللي بيوصف الموقف ده هوان وبيقول انا اصدع على الناس اللي في عالم الموريوم اجمع اللي هيعملوه بعد ما رمينا لهم القنبلة ديت قدامهم واللي بيكون قصدو على يون واللي بيبين ان الشجرة ديت حرفيا ضمرت ارض الغابة كلها من قوة ضربته فياترى اللي هيحصل بعد كده في حكاية يون او بمعنى صحي بعد كده ده اللي انا اعرفه في القسم اللي جاي من الحكاية وبإذن الله الحكاية ديت بقى حكاية مستمرة طويلة هتفضل تنزل منها قسم كل يوم ضر الحكايات التانية اللي كانت بما سابت اعلانات مش اكتر لا دي حكاية هينزلكم منها كل يوم قسم بإذن الله فعايزين بقى اكبر عدد ممكن من اللايكات على الحكاية دي عشان نتحمس كده ونكملها لكم على طول اما بقى بالنسبة لسؤال المقطع ده فهو سؤال سهل جدا وسهولته ديت عشان ناخد اكبر عدد ممكن من التعليقات نحطه في بداية القسم اللي جاي سؤال المقطع ده هو كم عدد الشخصيات اللي في الجسد الحالي اللي هو جسد الامبراطور اللي هيجاب صحيح احط تعليقه في بداية الفيديو الجاي وبس ما تنسوش صلاة للنبي عليه الصلاة والسلام كم معاكم جينرو ولبنو ناسبها تلعون الاستجرام بتاع دي الوقت يزيرو لكم على الشاشة لو حبين تعملوا لي فالو واحب اشكو يوسيف وائل على منتاجه للفيديو ده اشكوكم في مقاطع ده ان شاء الله في رعاية الله وحظة